من جدة الكاتب والمحل السياسي الكبير أستاذ عماد الدين أديب أستاذ عماد مساء الخير يعني تابعت هذه الزيارة منذ بدايتها وتابعت طبعا القمة النهاردة يعني كيف قرأت المشهد وده سؤال بسأله يعني هل يثق العرب في الإدارة الأمريكية الجديدة هل هو هل ما حدث تغير تيكتيكي أم تغير استراتيجي هل هو تغير قصير الأجل بسبب الأزمة الأوكرانية ولا تغير فعلا تصحيح لموقف ولما سأتخير على حضرتك وعلى مشاهدينك الكرام وسمحيني لأنه أنا بتكلم من سيارة متحركة بعد يوم عمل شاق فأحاول أقولك اللي أقدر عليه في ظل الظروف المحيطة بي وأنا بكلمك شكرا نمر واحد لا يجب أن يثق العرب إلا بأنفسهم وبقدر قوتهم الذاتية وتفاهمهم والتواصل إلى حدود واضحة في التفاهم العربي وفي التنسيق العربي هو ده اللي يخليهم يثقوا في أي قرار يخدوه والعرب الفرادة لقمة سائغة أمام الأمريكان العرب اللي هما ظهروا مبارح والنهاردة هما دول العرب اللي احنا عايزين يبدأوا تنسيق خضواتهم ويتعاملوا مع الولايات المتحدة ليسوا ككل واحد لوحده ولكن ككتلة لهم برنامج حد أدنى وحد أقصى في سريقة التعامل دي نقطة النقطة الثانية إنه الولايات المتحدة الأمريكية لو لم تكن الحرب الأوكرانية الروسية ده نمر واحد ولولا فشل مفاوضات الدوحة مع إيران ما كانت تأتي إلى هذه المنطقة هي لا تأتي من أجل فجأة شعرت بأنه هناك فراغ استراتيجي في المنطقة لا هي جاءت لسبب داخلي أمريكي بالدرجة الأولى وهو أن برميل البترول لمس الستة دولارات ووصل أفتر من ستة دولارات في بعض الولايات وده نتيجة الحماقة الأمريكية في تسخين العالم ضد روسيا وفرض عقوبات نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية ففي نهاية الأمر أصبحت الطاقة سواء كخام برينت أو المشفقات أصبحت غير متوفرة بشكل يقبله المستهلك أو يستطيع أن يستوعبه الاقتصاد العالمي المرهد الذي فقد ما بين ستة وعشرين لثمانية وعشرين تريليون دولار خسائر مباشرة وغير مباشرة نتيجة عامين من الكورونا في النهاية نحن نواجه حالة من التدخم الركودي تضغط على صنع القرار الأمريكي اللي هو الآن في انتخابات فاطلية في الكونجرس والسند والرئيس الأمريكي بعد أشهر يبتدي حملة التجديد الثاني لرئاسته والمؤشرات واستطلاعات الرأي العام الأمريكية تتحدث عن تدني مستوى شعبيته وشكوى المستهلك الأمريكي والمواطن الأمريكي من صعوبة تكاليف الحياة وحالة التدخم الركودي التي ظهرت في إنتاج المصانع في حالة المستهلك المهائي الأمريكي في حالة المصانع الأمريكية في حالة زيادة أسعار الطاقة في انخفاض عمليات البيع والشراء بالنسبة للبيوت والعقارات الأمريكية لأن من مؤشرات قوة ومتانة الاقتصاد مدى نمو حالة المورجج أو البيع أو الشراء أو الإيجار التمويلي للبيوت في أمريكا فنحن لا يجب أن نسق في الإدارة الأمريكية لكن أيضا لا يجب ألا تصبنا حماقة أنه نحن نستغنى عنها أو نستطيع أن نعيش بدونها والولايات المتحدة الأمريكية لاعب رئيسي في العالم لا يمكن الاستغناء عن دوره لا يجب العداء معه لا بد من القدرة على تحييده أو الاستفادة منه والحصول على أكبر مكاسب سياسية واقتصادية وتكنولوجية للولايات المتحدة الأمريكية العداء مع الولايات المتحدة الأمريكية خطأ وأيضا الثقة العمياء في ماما أمريكا خطأ أكبر ترجمة نانسي قنقر